ترأس صاحب السموء الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر الجلسة الاعتيادية الاسبوعية لمجلس الوزراء بقصر الكضيبية وعقب الجلسة أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء بالتصريح التالي رحب مجلس الوزراء وقدر أيما تقدير الموقف الأخوية للأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت بالتوقيع على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بين حكومتهم الموقرة وحكومة مملكة البحرين وعرب المجلس عن جزيل الشكر وبلغ التقدير لدعم الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة الكويت لمواقفهم المساندة للبحرين في مختلف المجالات مشهدا مجلس الوزراء بالمواقف النبيلة لقيادات هذه الدول الشقيقة التي قدمت نموذجا للارتباط الأخوي الحقيقي بين الأشقاء يؤكد على صلابة وأصالة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمعهم على أسس وحدة المصير المشترك والإيمان المطلق بوحدة الهدف وفي هذا الصدد قد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية بالالتزام وتنفيذ برنامج التوازن المالي ومتطلباته الرامية إلى تعزيز الاستدامة المالية والاستمرار في رفع مستوى الخدمات الحكومية بما يعزز وطيرة التنمية الشاملة ويتوازى مع مسار النمو الإيجابي لاقتصاد المملكة بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزراء والجئ والمؤسسات الحكومية إلى المتابعة المستمرة لضمان صرف مستحقات المقاولين والشركات دائما في أوقاتها المقررة ثم نوها مجلس الوزراء بهمية منتدى البحرين للحكومة الإلكتروني 2018 والذي عقد برعاية سمو الشيخ محمد بن مباركة الخليفة نعب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات في تكريس تطبيق التعامل الإلكتروني وتحديد الأولويات الاستراتيجية بما يدعب برنامج عمل الحكومة وأن المجلس هو الجهات الحكومية الخاصة بل الجهات الحكومية الحاصلة على الترتيب المتقدم في مؤشر البحرين للحكومة الإلكترونية 2018 وهي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عن قطاع الأشغال ووزارة الصحة بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي أولا أشهد مجلس الوزراء بمضمون الكلمة التي وجهها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال منتدى رؤى البحرين رؤى مشترك لمستقبل عالمي ناجح منويهن المجلس بهمية تنظيم هذا المنتدى وبما تميز به من حضور ومشاركة دولية فاعلة ورحب المجلس بما أسهم به هذا المنتدى في إبراز جهود البحرين في تعزيز مفاهيم ومبادئ التعاون والسلام والتعايش بما أكد المجلس على همية الكلمتين التي وجههما صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالأمراض غير المعدية ومكافحة مرض السلة والتي ألقاهما نيابة عن سموه سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء وفي إطار ذي صلة فقد هنى المجلس السيد بن كيمون لاختياره لجائزة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة للتنمية المستدامة فيما قدم سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء تقريرا حول نتائج اجتماع العمل مع ضاء لجنة الحاصلين على جائزة نوبل للسلام من أجل الأطفال وتوقيع مذكرة تفاهم بين لجنة جائزة خليفة بن سلمان للتنمية المستدامة ومؤسسة كيلاش ساتيارثي للأطفال ثانيا وافق مجلس الوزراء على إضافة مهام جديدة إلى اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة التزام مملكة البحرين بكافة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي لتشمل كافة المواضيع ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتنسيق مع الجهات المعنية بالبحرين لتنفيذها على أن ترفع اللجنة تقريرا دوريا يضمن توصياتها ويتضمن توصيات المجلس مجلس الوزراء لاتخاذ قراره بشأنها وقد قرر المجلس الموافقة على مشروع قرار بهذا الخصوص في ضوء العرض الذي قدمه معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية ومعالي وزير الخارجية ثالثا وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وقرر المجلس اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك في ضوء توصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية ومن أهم ما يتضمنه التعديل السماح لبعض الجهات الخدمية التي تدخل السلائف في مجال عملها بالسيراد وتصدير ونقل هذه المواد تحت إشراف وزارة الصحة كما تنشأ وفق التعديل أعلى لجنة تسمى اللجنة الوطنية لشؤون ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية برئاسة معالي وزير الداخلية رابعاً تابع مجلس الوزراء خلال التقرير الذي قدمه سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء كفاءة شبكات الكهرباء والماء انتاجاً ونقلاً وتوزيعاً خلال فترة الصيف بفضل الجهزية والاستعداد المبكر الذي جعل النتائج تظهر تحسناً ملحوظاً انعكس على انخفاض متوسط عدد الانقطاعات بنسبة 72% وانخفاض فترة الانقطاع بنسبة 87% عند مقارنتها بمستوياتها خلال السنوات الخمس الماضية وفيما رحب المجلس بهذه النتائج ونوها بالجهود المبدولة لتحقيقها فقد أكد على همية المضي قدماً في النهوض بقطاع الطاقة الشمسية وزيادة مساهمتها لتغطية الاسهلاك الخاص بالمنازل والمنشآت خاصة في ضوء المعطيات الإيجابية التي أظهرها استخدامه في عدد من المشاريع التجريبية خامساً أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مشروع قرار بشأن رسوم استخراج صور مصدقة من بيانات سجل الإفلاس والمعلومات المقيدة في قائمة أمناء التفليسة والذي تضمنته المذكرة المرفوعة من معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في هذا الخصوص سادساً اطلع مجلس الوزراء على تقرير عرضه سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تضمن أحصائية بأهم القرارات والتوصيات التي اتخذتها المجالس البلدية خلال الدورة الرابعة والتي بلغ مجموعها ألفاً وأربعمائة وواحد وثمانين قراراً وتوصيات تمت الموافقة على ستمائة واثنين وثلاثين منها والاعتراض على مئتين وستة وسبعين قراراً وتوصيات فيما أعيد ما نسبته ثمانية وثلاثون بالمئة منها لمزيد من الدراسة وقد بلغت المصروفات التشغيلية للمجالس البلدية وأمانة العاصمة خلال الدورة البلدية الرابعة حوالي سبعة ملايين دينار سابعاً أحل المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مذكرة تفاهم بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند حول التعاون في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية والتي تضمنت المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات ثامناً أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مشروع قرار بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المتلازمة متلازمة النقص المناعي المكتسب الإيدز الذي تضمنت المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزيرة الصحة تاسعاً أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية مشروع مرسوم بالترخيص في تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بورصة البحرين المرفق بالمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة عاشراً أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 76 مشفوعاً بمذكرة رأي الحكومة حوله فيما عاد المجلس إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية أعاد مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة برقم جيم إلى المادة الثانية والثلاثين من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 سنة 2012 أعشاء رأي اشتركوا في القناة